بس خلينا في البداية نروح لتقرير عن تأسيس النادي الاهلي ونرجع نبتدي هذا الحوار الهام جدا ونحن نحتفل بالنادي الاهلي في عيد ميلاده السنوي تشاء الأقدار أن تكون أول بطولة يفوز بها الاهلي في تاريخه في شهر أبريل وهو الشهر الذي تأسس فيه الاهلي كانت بطولة كأس السلطان حسين أول بطولة لكرة القدم يفوز بها الاهلي في تاريخه وهي البطولة التي بدأت موسم 1916-1917 وأقامها الاتحاد المصري الإنجليزي لكرة القدم عندما تم الإعلان عن إقامة البطولة رفض الأهل المشاركة بها وكان السبب وطنيا خالصا فالاتحاد المنظم للبطولة أغلبه من الأجانب ولا يضم عددا مناسبا من المصريين وعندما زاد عدد المصريين وافق الأهل على المشاركة في البطولة بداية من الموسم التالي 1917-1918 فازت فرق الجيش الإنجليزي بأول أربعة كؤوس للبطولة وجاء موسم 1920-1921 وفاز نادي المختلط بالكأس واحتفظ بها في الموسم التالي لكن المختلط خرج من دور الثمانية في موسم 22-23 على يد فريق الطيران التابع للجيش الإنجليزي فانزعجت الأوساط الرياضية خوفا من عودة الكأس السلطنية لأحضان الإنجليز من جديد وكتبت الأهرام أملنا في الأهل في هذه الأثناء فاز الأهل على فريق هامشاير الإنجليزي بهدفين في دور الستة عشر وعليه أن يلاقي فريق الطيران الذي هزم المختلط فخرجت الصحف ومنها الأهرام تدعو الأهلية للفوز والحفاظ على الكأس لمصر وبالفعل استطاع الأهل الفوز على فريق الطيران بهدف نظيف ثم فاز في نصف النهائي على فريق الشبان المسيحيين بثلاثة أهداف لهدف واحد وهو الفريق المصري الوحيد الذي قابله الأهل في طريق البطولة وفي النهائي كان على الأهل أن يقابل فريق دراجونز وهو أحد فرق الجالية الإنجليزية ومن الطرائف أن موعد المباراة النهائية كان في اليوم التالي لاحتفالات شم النسيم فكتبت الأهرام أملنا في لاعبين نادي الأهل أن لا يسرفوا في صحتهم يوم شم النسيم فيخرجوا يوم الثلاثاء إلى الدراجونز وهم متأثرون وخير لهم أن يؤجلوا شم نسيمهم إلى أن يأخذوا الكأس ويشموا فيها كل فخر ونسيم عليل إن شاء الله وفي النهائي يوم العاشر من أبريل عام 1923 لعب الأهل مع دراجونز المباراة النهائية والتي أقيمت على بلعب السك الحديد في جزيرة بدرام بشبرى وفاز بهدفين لهدف ويحصد نجومه أول بطولة في تاريخ الأهل والذي فاز بالكأس السلطانية سبع مرات في تاريخ البطولة ترجمة نانسي قنقر